شاهدنا في الفيديو السابق كيف اختفت التكنولوجيا المتطورة للحضارات القديمة وانه لم يتبقى منها سوى واحد في المائة فقط وان هذه النسبة القليلة جدا كانت كافية لظهور حضارة القرن العشرين وان التكنولوجيا المتطورة التي نستخدمها الان في حياتنا ما هي الا ما تبقى من تكنولوجيا الحضارات القديمة بعدما قام الاستعمار ومن بعده الحملات الاستكشافية والتي للاسف ما زالت مستمرة حتى الان في سرقة ما تركه لنا اجدادنا من علوم واسرار كانت كفيلة بجعلنا في صدارة الامم سنكشف لكم اليوم وعلى مدار الايام القادمة باذن الله كل تلك العلوم المتطورة والتي سرقتها من ما يسمى حاليا الحضارة الغربية ولقد قمت برفع فيديو بالامس مدته ثمانية عشر دقيقة كان مقدمة لهذه الفيديوهات ولكني تفاجأت باقتصاصه حتى اصبح خمسة دقائق فقط وليس هذا فقط ما حدث ولكن تم ايقاف عرضه ووصوله للمتابعين بعد ثلاث ساعات من عرضه مما اضطرني لحذفه من على القناة خوفا من اتخاذ اجراءات تعسفية اشد ضد القناة نصحني احد الخبراء في هذا المجال بعمل حملة اعلانية للقناة على اليوتيوب وان هذا هو السبيل الوحيد لتخفيف اليوتيوب اجراءاته المتشددة حيال قناتي لذلك سوف اقوم قريبا باذن الله بتفعيل خاصية الاشتراكات الداعمة وخاصية سوبرز وذلك حتى يستطيع المتابعين للقناة من تقديم الدعم اللازم لصنع هذه الحملة الاعلانية وذلك حتى نستطيع ان نكمل الطريقة وان نصل بالحقيقة الى اكبر عدد من الناس اعلم انها معركة طويلة لكننا سويا باذن الله سنحاول النصر فيها سنذكر في البداية بعض اقوال وتصريحات العلماء والاثاريين ممن اعترفوا بالحقيقة واقر بما اقدمه لكم بفيديوهاتي من انه كانت هناك حضارات قديمة جدا وصلت في العلم والتكنولوجيا ما لم نصل نحن حاليا سوى لجزء بسيط منه ذكر العالم جاك بيرجي في كتابه المستحيلات الممكنة تقديم ثلاث احتمالات لتفسير المعارف التكنولوجية الغريبة والتي توصل اليها السحرة في انحاء العالم على مدى التاريخ وحصر هذه الاحتمالات في الات واحد ان السحرة والعلماء والكهنة توصلوا الى معارفهم هذه عن طريق الصدفة اثنان ان السحرة في الماضي كان يتيح للساحر اتصالا بمصادر كلية للمعرفة تحقق له علما يتجاوز انجازاتنا العلمية ثلاثة ان السحرة كان يعتمد على معارف قديمة وثقافات عالية مندثرة وان لمحات التطور التكنولوجي التي نجدها وسط اكوام الخرافات التي يمارسونها هي في واقع الامر شذرات وشضايا جزئية من المعارف الانسانية العظيمة التي قامت على سطح الارض ثم اندثرت وتبددت لاسباب ما وان السر في وصول هذه البقايا من الثقافات القديمة المندثرة الينا هو انها وجدت تسجيلا لها في طقوس وصفات السحرة وعلماء الخيمياء ويقول الابو مورو اذا استنعينا كل العلوم التي تكاملت لدينا بعد جهود مضنية ومتصلة عبر القرون وبعد ان تحسنت بالطراد نتيجة لتقدم وسائل الرصد والملاحظة واكتمال طرق البحث والاختبار سنجد في النهاية ان نتائجنا النهائية قد توصل اليها المصريون القدماء منذ اكثر من اربعة الاف عام بعد كل ذلك ليس في وسعنا الا ان نقرر بان الفراعنة كانوا على قسط وافر من العلم والدراية بحقائق ثابتة كان علماؤهم او كهنتهم يحتفظون بها كاسرار غامضة وقد وضعوها داخل الهرم الاكبر في قالب رقمي لكي تنكشف يوما للابصار لتقدم الحلول الصائبة للمسائل التي حيرت البشرية اجيالا واجيالا ويعلق الفلكي الشهير بياتسا سميث على الاسرار الرياضية والهندسية والفلكية المودعة في الهرم الاكبر والتي تم الكشف عنها في القرن العشرين بقوله اما ان يكون بنات هذا الاثر الذي لا مثيل له قد برزوا في العلوم الى درجة تعادل ما نحن عليه اليوم واما انهم كانوا حراسا على تراث علمي يرجع الى العصور الاولى وارادوا ان يدونوا على الحجر معلومات اودعت عقل الانسان بطريق الوحي والالهام ورأى تومبكنز ان الدراسة الدقيقة للمخطوطات الهيروغليفية وللجداول الرياضية للبابليين والسوماريين تدل على ازدهار حضارة علمية متطورة في الشرق الاوسط قبل ميلاد المسيح بثلاثة الاف سنة على الاقل وان كل الانجازات العلمية التي نادى بها فيثاغورس واراتوثينيس وهيباركوس وغيرهم من الاغريقي لم تكن اكثر من التقاط لشظايا العلم التي خلفتها حضارات العالم القديم وان بعض الاثار القليلة لهذه المعارف هي التي وصلت الى علماء الاغريق المعروفين وهي التي قام مجدهم العلمي على اساسها واستطاع الدكتور ليفيوك سي تيكشيني اخصاء علوم المقاسات والكميات واستاذ التاريخ القديم بكلية ويليام باترسون سابقا ان يبرن من خلال دراساته على الهرم الاكبر ان قدماء المصريين تمكنوا من قياس خطوط الطول والعرض للارض بغاية الدقة وحسبوا محيط الارض بالضبط كما عرفوا طول دولتهم الى اقرب قدم وكذلك الاحداثيات الجغرافية لجميع النقط العظمى في مملكتهم واستطاعوا القيام بارصاد فلكية بنفس دقة تلسكوب والكورونومتر الحديثين وطرح بيل شول واد بيتت بكتابهما سر قوة الهرم الاكبر مجموعة من التساؤلات التي تؤكد في النهاية تقدم الفراعنة على حضارتنا فتساءل لماذا لا نستطيع ان نقطع الحجر او نثقبه او نضبط وضعه بنفس دقة اسلافنا الذين استطاعوا ضبط وضع كتل الحجر الجيري والجيرانيت للهرم الاكبر بدقة لا يستطيعها الان سوى علماء البصرية لماذا مع كل اجهزة التشييد الضخمة الثقيلة التي في ايدنا لا نستطيع تحريك كتل الاحجار الضخمة التي يزن بعضها حوالي سبعين طن الى مكانها بغير الاوناشي لماذا نفاضل مع حساباتنا احيانا لكي نتعادل مع حسابات الاقدمين في قياس الارض وحركة الكواكب والاجرام السماوية وفي النهاية خلصوا من هذه التساؤلات الى القول ان دليل يشير الى وجود مدنية تسبقنا فوق الارض لوقت غابر ما في ظلال ما قبل التاريخ وان تلك المدنية والمعرفة فقدت بطريقة ما ويقول امين سلامت عرف العلماء في شتى انحاء الدنيا ان قدماء المصريين عرفوا من علوم الفلك والرياضيات والكون ما لم يصل اليه الانسان حتى الان كما عرف قدماء المصريين الشمال الحقيقية بصورة ادق من علماء اوائل القرن العشرين بكل ادواتهم واجهزتهم الحديثة الدقيقة ويقول مؤرخ العلم والحضارة العالم الفرنسي المشهور جوستاف لوبون كان الناس منذ سنين قليلة يظنون ان اليونانيين هم اصل العلم والحضارة وان علومهم وفنونهم وادابهم من مستنبطاتهم وانهم غير مدينين بشيء لمن سبقهم من الحضارات ثم جاءت نتائج التنقيبات الاثرية في مصر ووادي الرافدين والهند والصين وغيرها فغيرت هذا المفهوم تغييرا جذريا واقتنع المؤرخون ان الشرق القديم هو منبع العلم والحضارة ففي الوقت لذا لم يكن فيه اليونانيون الاقدمون الا جهالة برابرة كانت الامبراطوريات الزاهرة قائمة على ضفاف النيل وفي وادي الرافدين وقد نقل الفينقيون الى اليونانيين منتجات الفنون والصناعة المصرية والاشورية وبقى اليونانيون ظهرا طويلا يقلدونها تقليدا قليل الاحكام وان اليونانيين يدينون بالفضل في ازدهار حضارتهم وعلومهم وفنونهم وانظمتهم ومعتقداتهم الى من سبقوهم من امم الشرق وذهب راجي عنايت بكتابه احلام اليوم حقائق الغدي الى ان البحوث التي تجرى بلا تعصب وبتسامح فكري حول الحضارات التي قامت في ازمان بعيدة تؤكد تمتع هذه الحضارات بمعارف وعلوم ما زال علمنا يجهلها او يعجز عن تقديم تفسير معقول لها واكد العالم بروكتور عالم الفلك البريطاني ان مختلف علوم الفراعنة كانت تركز على علم الفلك واسراره وان ما يطلق عليه كلمة سحر من خوارق ومعجزات ما هي الا نظريات علمية بحتة ترتبط بالظواهر المقدسة المرتبطة بعلوم الحياة واوضح الدكتور سيد كريم عالم المصريات بكتابه لغز الهرم الاكبر ان السحر عند الفراعنة هو العلم وانهم سيطروا بسحرهم هذا على القوى الكونية واستغلوا طاقتها الاشعاعية والذبذبية واجروا عمليات جراحية بالمخ دقيقة جدا لا يمكن اجراؤها بدون الاستعانة باجهزة الكترونية واستخدموا الاشعة الخضراء في التحنيط كما استخدموا الليزر في ثقب وصقل الاحجار والتماثيل وفي الطب والتحنيط واعتمدوا في رصد النجوم والكواكب على وسائل علمية وتكنولوجية تزيد فعالية عما وصلنا اليه اليوم من وسائل وكانوا يرفعون احجار الاهرامات والمعابد بالتحكم في قوى الجاذبية الارضية وعرفوا الطاقة الذرية واليورانيوم المشعع وكانوا يسمونه بياخو وصرح عالم المصريات تيلور بعد الدراسات التي اجراها على الاثار والمكتشفات الفرعونية والهرم الاكبر ان علوم الرياضيات والهندسة والعلوم الاخرى التي تجمعت لتبني الهرم الاكبر تؤكد علاقتها وارتباطها وانتماءها الى معرفة سماوية فوق مستوى البشر واوضح سعود ميرون في كتابه كهنة مصر واسرار المعرفة انه ليس هناك من ينكر فضل مصر على حضارات العالم القديم في جميع نواحي مقوماتها العقائدية والفلسفية والعلمية والاجتماعية كما لا يمكن انكار فضل الحضارة الفرعونية على الحضارة الحالية التي تعتبر امتدادا لتلك الحضارة المصرية القديمة واكد المؤرخ سينيكا ان كهنة عين شمس كانوا اول من اكتشف العلاقة بين الفيضان ونجم الشعر اليمانية الذي اطلقوا عليه اسم سوتيس واكد المسعودي المؤرخ الاسلامي في كتابه اخبار الزماني ان كهنة الفراعنة رصدوا الكواكب والنجوم فعلموا منها اسرار الطبيعة من اشعة وموجات ومغناطيسية وكهرباء وصنعوا لها التلسمات وهي اجهزة ارسال واستقبال الموجات اللاسلكية والراديوية والاشعاعية واخترعوا الاشكال الناطقة وصوروا الصور المتحركة شاشات سينمائية تظهر عليها صور متحركة وناطقة وبنوا العالية من البنيان وكتبوا علومهم في الطب وغيرها على الحجارة وانفردوا بعمل البرابي وهي منظومات عسكرية متكاملة تضم اجهزة ارسال واستقبال راديو وتدمير اشعاعي عن بعد واقمار صناعية وعملوا من الطلاسم الاجهزة الموجية والاشعاعية والالكترونية ما منعوا به الاعداء عن بلادهم وفي اوائل الثلاثينيات من القرن العشرين كتب العالم الفرنسي رينيه تيفنان سلسلة من الابحاث اعلن من خلالها ان جيلا من البشر المتفوقين السوبرمان عاشوا على هذه الارض منذ حوالي عشرين الف سنة او اكثر وكانوا ذا حضارة راقية وعلوم سامية وتدل القرائن على ان هذا الجيل كان يعرف الكثير من اسرار الكون والطبيعة وعلوم الفلك والتنجيم وغيرها وكانت لديهم اختراعات وابتكارات كثيرة لا تقل عن هذا العصر شأنا ولكن هذا الجيل زال وزالت معه علومه نتيجة لنكبة طبيعية حلت به يقصد نكبة الطوفان في الغالب وقد ورث القدماء بعض العلوم والاسرار من هذا الجيل السوبرمان المتفوق ثم مزجت علومهم هذه ببعض الخرافات وعلى اية حال فانما ورثوه كان الاساس العلمي الذي قامت عليه الحضارة الفرعونية ذات الاسرار العظيمة وهذه التسريبات ما هي الا مجرد جزء بسيط من اعترافات اكبر المتخصصين في مجال العلوم والاثار عن التكنولوجيا المتطورة التي اكتشفوها واخرجوها من بلادنا واصبحوا بسببها دولا متقدمة ومن بجحتهم التي ليس لها مثيل انهم يعيروننا بتقدمهم واطلقوا على انفسهم دول العالم الاول واطلقوا علينا لقب دول العالم الثالث واتهمونا بالجهل واننا لم نقدم للحضارة والبشرية اي شيء ولكننا سنكشف اباطيلهم وزيف حضارتهم واننا الاصل وسنعود كذلك باذن الله وسنذكر لكم الان مجموعة من هذه الاكتشافات الاثرية ونوضح اشاراتها ومدلولاتها العلمية التي لا تدع مجالا للشك في تقدم علوم ومعارف وتكنولوجيات الحضارات القديمة اولا اثار تدل على تقدم القدماء في مجالات الطاقة والكهرباء والاشعة والموجات والالكترونيات واحد العثور على مولدات كهربائية بغرب العراق يرجع تاريخها الى سنة مئتان وخمسون قبل الميلادي في عام الف وتسعمائة وستة وثلاثون اكتشف الدكتور والهيلم كوينيج الذي كان يعمل بالمتحف القومي ببغداد بمنطقة ربوة خوجة الواقعة غرب بغداد اواني فخارية يصل طول الواحدة منها الى ست بوصات وبقطر يبلغ حوالى ثلاث بوصات وكانت كل انية تحتوي على استوانة نحاسية بها شرائط من الحديد معزولة عن بعضها بالقاري وعثر في قاع كل انية على مدة كبريتة النحاسي ويعود اقدم هذه الانية الى عام مئتان وخمسون قبل الميلادي واحدثها يرجع تاريخه لحوالي عام ست مئة وخمسون ميلادية وعثر في نفس الموقع على بعض الادوات المطلية بالذهب وهو ما يشير الى استخدام هذه الانية كبطاريات كهربائية لتوليد تيار كهربائي يستخدم في طلاء المعادن بماء الذهب ولكي يتأكد العلماء من هذه الحقيقة قاموا باضافة الماء الى هذه الاواني فتولد منها تيار كهربائي يكفي لعملية الجلفنة وطلاء المعادن بالذهب او الفضة وهذا الاكتشاف يؤكد ان العالم جلفاني ليس اول من اخترع الجلفنة عام 1791 ميلادية وان العالم فونتاليس ليس اول من اخترع البطارية عام 1800 ميلادية كما هو مشاع الان فعملية جلفنة المعادن واستخدام المولدات او البطاريات الكهربائية في طلائها معروفة منذ القدم ومارستها العديد من الحضارات القديمة وبالقرب من تشقندي عثر على اوعية فخارية محكمة الاغلاق ومختومة بنوع من اللداء البلاستيك وبقاع كل منها نقطة كبيرة من الزئبقي ولم يعرف العلماء حتى الان استخداماتها وعلق العالم بيكاردي على هذه الاوعية بانها لو كانت مصنوعة من الزجاج لا استنتجنا انها جهاز لتوليد الكهرباء الاستاتيكية او مصباح نيون لان رجى الزئبقي داخل الزجاج يولد موجات كهرومغناطسية منخفضة التردد تكون من القوة بحيث تصلح لاشعال مصباح نيون وهذا لا يتحقق باستخدام انية من الفخار مما يدل على ان هذه الاوعية لها استخدامات اخرى ما زالت مجهولة لنا اثنان هل تم لحام القطع الذهبية لقناع توت عنخ امون باشعة الليزر يعد قناع رأس تابوتي توت عنخ امون الذهبي احد الالغاز التي حيرت العلماء حيث يظهر القناع باكمله وكأنه صنع من قطعة واحدة من الذهب وهناك شبه استحالة ان يكون مصنوعا من قطعة واحدة لذا اكد العلماء انه لا بد وان يكون مصنوعا من عدة قطع تم لحمها ببعضها ولعدم وجود اي اثار لحامات به ظل العلماء مندهشين حتى قام بعض المتخصصين بتصويره وتعريضه لمجموعة من اجهزة الكشف الاشعاعي فظهرت لحامات دقيقة به لا تنتج الا باستخدام اشعة الليزر في العصر الحديثي لذا اكد البعض ان هذا القناع تم لحامه باشعة الليزر في الغالبي العثور على عقد فرعوني من خرز الكريستال حباته مثقوبة باشعة الليزر اكتشف احد الخبراء السويسريين ان نسيج العقد التي كانت تغطي صدر ممياء احدى اميرات الدولة المصرية القديمة مصنوعة من نسيج دقيق من حبات خرز الكريستال الطبيعي الدقيق الحجمي وقد تم ثقب حبات الخرز لتعقد باسلاك رفيعة من الذهب لا يزيد قطر الثقوب المماثلة تماما به عن جزء من المليمتر وهو ما لا يمكن تنفيذه وتحقيقه علميا الا باستعمال الليزر وهو ما حدا بهذا الخبير الى التصريح بان قدماء المصريين قد عرفوا اشعة الليزر كما صرح بذلك الدكتور سيد كريم واكد الدكتور سيد كريم ان المصريين القدماء قد تمكنوا من استخدام اشعة الليزر في الطب والتحنيط وصقل التماثيل الجيرانيتية وغيرها من احجار الديوريت والجيرانيت الاسود والتي تحتفظ بمعادنها رغم تعرضها لمختلف العوامل الجوية عبر الاف السنين واشار الدكتور سيد كريم انه خلص من دراسته للبرديات الفرعونية والاثار المصرية الى ان قدماء المصريين عرفوا مختلف انواع الطاقة وتمكنوا من السيطرة عليها ونسبوا نتائج تجاربهم وابحاثهم الى اعمال السحر كما انهم عرفوا الطاقة الذرية عندما اكتشفوا مناجم اليورينيومي في جبال البحر الاحمر بالقرب من مناجم الذهب الفرعونية وقد اطلقوا على اليورينيومي اسم باياخو اي المعدن المشعي وقد كشفت الاقمار الصناعية الحديثة هذه المناجم في نفس المواقع التي حددها قدماء المصريين في خرائطهم الخاصة بمناجم الذهب واليورينيومي واكد احد كبار الجراحين الالماني ان الفراعنة استخدموا الليزر وغيره من انواع الاشعة في الكشف والعلاج خاصة في عمليات الجراحة الدقيقة كعمليات جراحة المخ التي كشفت عنها بعض المميوات الفرعونية والتي لا يختلف بعضها عن احدث وادق العمليات التي توصل اليها فن الجراحة الحديثة اربعة العثور على رمال معالجة ذريا واشعاعيا بالممر المؤدي لغرفة الملكة بالهرم الاكبر في عام الف وتسعمائة وستة وثمانون عثر بالممر المؤدي الى غرفة الملكة بهرم خوف بالهرم الاكبر على كمية من الرمال تم اخذ عينة منها وتحليلها معمليا فاضهرت النتائج ان هذه الرمال تحتوي على نسبة من المعادن الثقيلة بعضها مشع وتصل نسبة الاشعاع بها الى سبعمائة وسبعة في المائة مما يشير الى ان هذه الرمال تم معالجتها ذريا او اشعاعيا بعمليات فصل دقيقة قبل ان يضعها بنات الهرم في هذا الممر وهذا ما دع العالم الذري لويس بالجارينة الى القول بان قدماء المصريين فهموا قوانين التحلل الذري وان اليورانيوم كان من العناصر المعروفة لدى كهنتهم وحكمائهم ومن المعروف ان الفراعنة كانوا يستخدمون هذه الرمال المشعة وغيرها من المواد المشعة في حماية مقابرهم واماكنهم المقدسة من سطو اللصوص والغرباء وهي احد العوامل المسببة لما اسطلح بتعريفه بلعنة الفراعنة التي تؤدي الى الموت البطيء او المفاجئ لمن يقتحمون مقابر الفراعنة واماكنهم المقدسة لانها محصنة بانواع من المواد المشعة التي تسبب التسمم الاشعاعية وايضا بانواع من الاسلحة البيولوجية الجرثومية خمسة احجار بالمعبد الجنائزي لهرم سقارة تشع موجات كهرومغناطيسية شافية واخرى تطلق اشعة سمة قاتلة اكتشف في المعبد الجنائزي لهرم سقارة المدرج بمنطقة سقارة بالجيزة بمصر حجرات بها احجار تشع موجات كهرومغناطيسية شافية للامراض واخرى تطلق موجات اللون الاخضر السالب القاتلة واوضح الدكتور سمير يحيى الجمل ان قدماء المصريين عرفوا اشعة اللون الاخضر السالب واستخدموا هذه الاشعة في كافة اعمالهم السحرية وذكر ان هذه الاشعة تنطلق ايضا من قاعدة الهرم الاكبر طبقا للنتائج التي اظهرتها اجهزة القياس الاشعاعي والمح ان هذه الاشعة موجودة في كافة المضادات الحيوية ستة شحن جثث الموت المحنطة بشحنات من الاشعة الخضراء اعلن الخبراء المصريون انهم تمكنوا من تسجيل اشعاعات نووية صادرة من بعض المميوات اثناء مرورهم بجهاز قياس الاشعة بقاعة المميوات بالمتحف المصري وقد تبين للعلماء ان قدماء المصريين كانوا يشحنون جثث الموت عند تحنيطها بشحنات من الاشعة الخضراء لحفظها من التحلل وقتل البكتيريا التي تعمل على سرعة تحللها سبعة موقع الهرم الاكبر يؤكد ان بناته عرف الضوء وحسب نسبة انحرافه داخل الغلاف الجوي لاحظ العلماء ان الهرم الاكبر يقع عند نقطة تقاطع خط الطول ثلاثون درجة مع خط العرض ثلاثون درجة وبانحراف بسيط قدره دقيقة واحدة وواحد وخمسون ثانية عن خط الطول ثلاثون درجة كما لاحظوا ان قمة الهرم الاكبر تشير للقطب السماوي ولكنها تنحرف بمقدار دقيقة واحدة وواحد وخمسون ثانية ومن المذهل ان هذا الانحراف لم يأتي بطريق الصدفة او الخطأ فهو يعادل نسبة انحراف الضوء وهو ينساب من الفضاء ويخترق الغلاف الجوي للوصول الى الارض فنسبة انحراف الضوء الصادر من النجوم داخل الغلاف الجوي يساوي واحد وخمسون دقيقة ومن المعروف ان الهرم الاكبر كان يستخدم كمرصد لرصد النجوم والكواكب كما اثبتت ذلك الكثير من الابحاث والدراسات ووضع الهرم كمرصد فلاكي في هذا الموقع الجغرافي من الارض بحيث تشير قمته الى موقع القطب السماوي وبانحراف قدره واحد واحد وخمسون وهو نسبة انحراف الضوء داخل الغلاف الجوي يجعل الهرم كمرصد فلاكي من ادق المراصد الفلاكية حيث سيتم رصد النجوم من قمته دون حاجة الى حساب مقدار حراف الضوء داخل الغلاف الجوي في كل عملية رصد لنجم او كوكب لتحديد موقعه السليم في السماء لان الموقع الذي سيتم رصده فيه سيكون بالفعل هو موقعه الطبيعي في السماء ونضرب على ذلك مثالا فلو اخذنا القطب السماوي على سبيل المثال واردنا ان نرصده عند نقطة تقاطع خط الطول ثلاثون مع خط العرض ثلاثون وتم بناء الهرم كمرصد فلاكي عند هذه النقطة فاننا يجب ان نرصده عند النقطة تسعة وعشرون درجة وثمانية وخمسون دقيقة وتسعة واربعون ثانية اي بن حراف مقداره دقيقة وواحد وخمسون ثانية وهي نسبة حراف الضوء الصادر منه داخل الغلاف الجوي للارض وهذه هي النقطة التي تم بناء الهرم عندها اما البديل الاخر فهو ان يتم الرصد عند نقطة تقاطع خط الطول ثلاثون مع خط العرض ثلاثون ويتم بناء المرصد الهرم عند هذه النقطة ثم يتم رصد القطب السماوي وتحديد موقعه في السماء وتعديل هذا الموقع بعد حساب نسبة حراف الضوء وخصمها منه لتحديد الموقع السليم له في السماء وهكذا مع كل نجم او كوكب يتم رصده وحساب الفراعنة لنسبة حراف الضوء داخل الغلاف الجوي واخذ هذه النسبة في الاعتبار عند بناء الهرم الاكبر كمرصد فلكي يؤكد علمهم ومعرفتهم بالضوء وخصائصه وعلمهم بالموجات والاشعة وسائر الاطياف الصادرة من النجوم والكواكب والفضاء الى الارض البردية الفرعونية تؤكد ان حريم معبد اون المسمى بن بن كان مصباحا كهربائيا يعمل بالطاقة الشمسية سالب ثمانية جاء بالبرديات الفرعونية الخاصة بمعبد اون معبد عين شمس ان المعبد المقدس بهذه المدينة كان على قمته الهريم المقدس المسمى بن بن وكان هذا الهريم مصنوعا من معدن سري يسمى الاوريخال او الايكال وكان هذا الهريم يعكس اشعة الشمس بالنهار ويشع نورا بالليل واذا اردنا تفسير هذه العبارة بمصطلحاتنا العلمية الحديثة فيجب ان نقول ان هذا الهريم عبارة عن جهاز كهربائي لتوليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية وهو عبارة عن مجموعة من الخلايا الضوئية المصنوعة من الكريستال والياف ومعادن اخرى تقوم بتخزين الطاقة الشمسية بالنهار وتعكس اشعة الشمس الساقطة عليها مثل المرآة وبالليل يصبح هذا الهريم مضيئا ويشع نورا ساطعا يضيء مدينة اون عين شمس باكملها مثل اي مصباح ضخم بالطاقة الشمسية وقد جاء في نصوص اخرى ان هذا المعدن السري الذي كان الهريم مصنوعا منه كان يطلق عليه اسم معدن الالكترومي وفي نصوص اخرى اسم معدن السامي كما ذكر ان هذا المعدن كان يستخدم ايضا في سقل المرايا العاكسة واستخدمته حتشبسوت في طلاء قمة المسلات التي شيدتها به وقيل ان هذا المعدن كان خليطا من الذهب والفضة والنحاسي وقيل انه معدن سري لا يعرف تركيبه حتى الان وهنا يجب ان نلاحظ ان كلمة الالكترومي التي كانت تطلق على هذا المعدن قريبة جدا من كلمة الالكتروني خاصة وان حرف الميمي والنوني يتبدلن في اللغات القديمة وهو يدل على ان هذا الهريم كان مصباحا الالكترونيا يعمل بالطاقة الشمسية او بوسيلة اخرى نجهلها تسعة استخدام المواد الاشعاعية والجرثومية في حماية المقابر لعنة الفراعنة اثبتت الاحداث ان كثيرا من الاشخاص الذين كانوا في طليعة من دخلوا الى المقابر الفرعونية التي عند افتتاحها لاول مرة بعد عمليات البحث والتنقيب من العمال والباحثين ظهر عليهم بعد فترة اثار للتسمم الاشعاعي ومنهم من كان يلقى حتفه في الحال دون سبب ظاهر يذكر فالكثير من الباحثين والمستكشفين عن الاثار المصرية القديمة كانوا يعانون من حالات الاجهاد المتزايد ومنهم من ظهر عليه حالات حما وضعف وهزال ومنهم من اصيب بمرض السرطان وظهر على بعضهم علامات واضحة لخلل في مادة المخ بعد فترات العمل الطويلة داخل المقابر الفرعونية وهذه كلها علامات للتسمم الاشعاعي على اثر تعرضهم للمواد المشعة الموجودة بالممياوات المصرية والادوات الموجودة داخل المقبرة كوسيلة من وسائل تحصين المقبرة وحمايتها من اللصوص وصرح العالم الذري الشهير لويس بلجاريني في عام الف وتسعمائة وتسعة وأربعون ان قدماء المصريين استخدموا الاشعاعات الذرية لحماية اماكنهم المقدسة واضاف انه لا يستبعد ان تكون ارضية المقابر قد غطيت باليورينيوم المشعي وان تكون المقابر نفسها قد كسيت بصخور مشعة واكد الدكتور سيد كريم عالم مصريات ان لعنة الفراعنة التي تم نسبتها الى السحر لم تكن في الواقع الا شحن بعض المميوات باشعة الموت الخضراء القاتلة بالاضافة الى شحن بعض متعلقات الممياء من ادوات منزلية وادوات زينة ومصاغ وتمائم بنفس هذه الاشعة وهذا ما دعا سارقي بعض متعلقات توت عن خامون وسارقي بعض المميوات الى اعادتها الى اماكنها الاصلية مرة اخرى او التخلص منها للخلاص من هذه اللعنة والعديد من المؤلفات التي كتبت عن لعنة الفراعنة كانت تشير الى اصابة سارقي المميوات والمقابر والمعابد الفرعونية بنوع من التسمم الغامض الذي نسبوه وقتها الى السحر الفرعوني ولم تقتصر طرق تحصين المقابر الفرعونية على المواد الاشعاعية فقط فهناك انواع وطرق كثيرة منها ما تم الكشف عنه ومنها ما زال مجهولا لنا فهناك انواع من الجراثيم التي يمكن ان نسميها بالقنابل البيولوجية كانت تنشط وتهاجم المستكشفين او اللصوص عند فتح المقبرة لاول مرة وهناك انواع من التماثيل والتمائم كانت توضع داخل المقبرة او المعبد وتقوم بمهاجمة كل من يقترب منها وتسلط عليه انواعا من اشعة الليزر الحارقة او تخرج من فمها السنة من النار بطرق ميكانيكية الية او من تنقض عليه وتقتله وبكتب المؤرخين العرب الكثير من النصوص التي تشير الى استخدام الفراعنة للاحجار المشعة داخل المقابر والمعابد والتوابيت لتحسينها وحمايتها من اللصوص والمتسللين اليها وقد ذكر هؤلاء المؤرخون ان بعض الخلفاء ارسلوا بعثات استكشافية الى منطقة الاهرامات للتنقيب فيها والعثور على الاثار والكنوز الموجودة بها فعثروا على تماثيل مصورة بصورة حيوانات وطيور من الحجارة والذهب والنحاس والاحجار الكريمة وكان بعض هذه التماثيل باعين من ياقوت احمر يشع ضوءا شديدا كالنار عند الاقتراب من المقبرة ومن المعلوم علميا ان الضوء الاحمر الشديد الذي يخرج من الياقوت الاحمر هو شعاع الليزر فالليزر يتم توليده والحصول عليه حاليا في الاجهزة الحديثة من خلال الياقوت الاحمر وقد ذكر المقريزي في الخطط نقلا عن ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن القيسي ان رجال المأمون لما فتحوا الهرم الاكبر ووصلوا الى اعلى حجرة فيه حجرة الملك وجدوا بداخلها تابوتا صغيرا فيه صورة ادمي والتابوت مصنوع من حجر اخضر كالدهنج وللتابوت غطاء مصنوع من نفس الحجر فذهبوا به الى المأمون فلما فتحه وجد بداخله جسد ادمي محنط وعليه درع من ذهب مزين بالجواهر وعلى صدره نصل سيف وعند رأسه حجر من الياقوت الاحمر على شكل بيضة الدجاجة يضئك لها بالنار فاخذ المأمون حجر الياقوت الاحمر والدرع والسيف لنفسه وترك التابوت والجثة الممياء التي بداخله وامر حراسه بالقائها عند باب دار الملك بمصر ومن المعروف ان المأمون هو اول من قام بفتح الهرم الاكبر من خلال الفتحة الموجودة به حاليا والتي يذهب الزوار من خلالها الى حجرة الملك والملكة وهذه الفتحة ليست الباب الرئيسي للهرم فالباب الرئيسي ما زال مجهولا ولم يتم العثور عليه حتى الان وهناك دلائل تشير الى ان الباب الرئيسي عند قدمي ابو الهولي وهو باب به ثلاثة ممرات كل ممر يوصل الى احد الاهرامات الثلاثة بالجيزة خوفوا خفرع منقرع وذلك لتضليل اللصوص واخفاء موقع الباب الرئيسي وذكر المسعودي بكتابه مروج الذهب نقلا عن يحيى بن بكير ان رجلا اتى الخليفة عبد العزيز بن مروان واخبره بوجود كنز في قبة مقبرة من مقابر الفراعنة وانه يعرف طريقها فامر الملك عبد العزيز بعض العمال بالذهاب معه الى الموقع وهناك حفروا حفرة عظيمة في الارض فظهر لهم ممر مبلط بالرخام والمرمر في نهايته باب بجواره عامود عليه تمثال لحيوان من الذهب عينه مصنوعتان من يقوت احمر ابرقة وظهر لهما ضوء احمر شديد بمجرد ظهور رأس التمثال اثناء الحفر وبداخل المقبرة وجدوا تماثيل وصورا من الذهب واجربة اي توابيت من الاحجار عليها اغطية مطبقة اي محكمة الاغلاق وعندما استدعوا عبد العزيز بن مروان لفتح المقبرة اسرع بعض العمال وتوجه للسلم الموصل الى باب المقبرة وكان مصنوعا من النحاس ولما حاول السعود عليه ووصل الى الدرجة الرابعة من درجاته ظهر من جانبي السلم سيفان عظيمان عن يمين وشمال الدرجة فقطعته جزلا ثم فتحت درجة السلم فهوى منها الى حفرة اسفلها ولما استقر جسمه على بعض الدرج قبل ان يهوي في الحفرة اهتز العمود وصفر التمثال الذي يشبه شكل الديك وصفر صغيرا عجيبا وحرك جناحيه وظهرت من تحته اصوات عجيبة لان السلم والديك كما ذكر المسعودي كان يعمل باللوالب والحركات الميكانيكية اي يعمل بطريقة الية اوتوماتيكية فامر عبد العزيز بعد هلاك اكثر من رجل من رجاله بردم المقبرة والانصراف وقال هذا ردم عجيب الامر ممنوع النيلي نعوذ بالله منه فهذه عينة لبعض الروايات المذكورة بكتب المؤرخين والتي تؤكد ان الفراعنة كانوا يحصنون مقابرهم ومعابدهم بوسائل متعددة منها تماثيل مركب بها احجار ياقوت احمر تشعع اشعة الليزر الفتاكة ومنها احجار مشعة موضوعة داخل التوابيت وهي نوع من الانواع التي كان يسميها القدماء الاحجار الكريمة ومنها تماثيل تعمل ميكانيكية وآلية او الكترونية وفي روايات اخرى ذكرها المسعودي باخبار الزمان ان التمثال الذي كان يحرس المقبرة كان عبارة عن ثعبان كبير عينه من الياقوت الاحمر الذي يشعع ضوءا احمر شديدا شعاع الليزر عند الاقتراب من المقبرة وهذا الثعبان المذكور في الكثير من الروايات التي نقلها المؤرخون وكان يقوم بحماية المقابر هو الثعبان المقدس عند الفراعنة والذي كانوا يعتبرونه حام التجان الملكية والتميمية المقدسة وكانت توضع له نماذج في مقابر الملوك والعظماء والكهنة وكان يصنع من الذهب الخالص والاحجار الكريمة وعيناه من الياقوت الاحمر ولم يكن هذا الثعبان الا جهازا لاصدار اشعة الليزر وغيرها من الاشعة السمة او الحارقة لحماية المقبرة من اللصوص والمتسللين والكثير من اللصوص والمنقبين كانوا يقومون بنزع هذه الاحجار الكريمة او المشعة كالياقوت الاحمر من هذه التماثيل ويحتفظون بها لانفسهم لذا لا نجدها الان في بعض التماثيل المكتشفة ونجد مكانها فارغا ويروى بالقصص والاساطير الفرعونية ان الفراعنة قدسوا اكثر من نوع من الحيات ومنها الحية المقدسة وجة التي كانت توضع على تاج الملوك واعتبروها حمية لهم وجاء بهذه القصص ان هذه الافعا كانت متأهبة دائما لتنفث سمها الحارقة للفتك باعداء المملكة وفي ذلك اشارة الى الاشعة الحارقة والسامة والتي كان في قدرة هذه الكبرى ان تصدرها من عينها او فمها بما اوضعه كهنة وحكماء وسحرة علماء الفراعنة فيها من تقنيات علمية وتكنولوجية ولكنهم كانوا دائما يهمون شعبهم بالخرافات والاوهام والدجل ويحون اليهم ان كل العجائب التي يشاهدونها ليست الا نوع من انواع الحماية الالهية للملك والكهنة والسحرة والقصر الملكي او نوع من انواع السحر الخارق للعادة لتأليه وتقديس هؤلاء الحكام والكهنة ولم يكونوا يتعرضون لا من قريب او بعيد الى محاولة شرح الخدع العلمية والتقنيات التكنولوجية لاجهزتهم العجيبة المبتكرة والمخترعة باسس علمية في صور تمائم وتماثيل وادوات سحرية ودائما ما يهمون الشعب بان السحر والعناية الالهية هما العامل المباشر وراء كل حدث وبالاضافة للحية المقدسة وجت هناك الافعى مارسجري التي قدسها اهالي طيبة وهي الاقصر وصوروا اشكالها في معبد المدينة وكانوا يعتقدون انها هي التي تقوم بحماية المقابر وبالقصص الفرعونية روايات عن افعى خالدة تحرس كتاب السحر الاعظم ولها جلد براق وعينان جاحظتان وهي باردة الملمس ولكنها تصيب من يلمسها بجرح حارق اي يصاب باشعاع حارق في الغالب او بمادة حارقة كالكبريت او البطاسي كما جاء بالاساطير الفرعونية المدونة بالبرديات حكاية من جزيرة تحكمها افعى كريمة تحدث زلزالا عظيما عندما تحرك جسم هذا الحراشي في الذهبية البالغ طولها ثلاثون ذراعا وهذه الافعى قد تكون جهازا ميكانيكيا يمكنه احداث خلخلة في طبقات الارض بالجزيرة المذكورة عند اقتراب الاعداء منها فيترتب على ذلك زلزال عظيم يلقي الرعب في نفوس المهاجمين فيدفعهم الى عدم الاقتراب منها لانها منطقة كوارث طبيعية فهذه كلها روايات تشد من اذر بعضها البعض وتؤكد جميعها ان الفراعنة كانوا يلجأون الى وسائل وطرق متعددة لحماية مدنهم ومقابرهم ومعابدهم باجهزة وادوات كانت تصنع في صور وتماثيل وتمائم وصور مختلفة وتعمل بطرق ميكانيكية او الكترونية فتصدر انواع متعددة من الاشعاعات السامة او الحارقة او تنقض على اللصوص والمتسللين فتقطعهم اربا او تصدر اصوات وحركات مخيفة او تطلق جراثيم او اوبئة دقيقة لا ترى بالعين المجردة ولا يظهر اثرها الا بعد فترة زمنية وهي المظاهر التي عرفت حديثا باسم لعنة الفراعنة السحرية والتي اتضح لنا انها ليست الا لعنة علمية وليست سحرية من ضروب الشعوذة والدجل والسحر انتهينا من الجزء الثاني من هذه السلسلة انتظرونا في الجزء الثالث غدا باذن الله قبل منتصف الليل حتى نذكر باقي الاكتشافات المذهلة للتكنولوجيا المتطورة للحضارات القديمة وسنذكر كيف تم رفع احجار الاهرامات بالذبذبات الصوتية والشحنات الكهروستاتيكية الصادرة من صندوق اوزيريس الالكتروني وغيرها الكثير من الاسرار لا تنسوا دعم القناة بكل الطرق والسبلي لاننا للاسف نقترب بشدة من نقطة الصفر وهم يقتربون من النصر فهل ستسمحون ليكون مصير هذه القناة مثل مصير من كانوا قبلها حاولوا ان يكشفوا الحقائق ولكن تم اسفاتهم بهدوء وبطء لن تجدوا في النهاية على وسائل التواصل الاجتماعي الا كل ما هو تافه ويغيب عقلك حتى يفسحوا المجال لانفسهم ليفعلوا كل شيء يضرك وينفعهم ان الامر بالغ الخطورة بحق لذا اضعف الايمان هو ان نعلم الحقيقة ونوصلها لغيرنا فربما يستطيع احد ما يوما ما من ان يغير الوضع والى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر